تشكيل نادي الأهلي، مفهود الأهلي هيلعب إزاي بقى قدام اتحاد المنستيري عشان نقاط القوة يتفديها ونقاط الضعف يستغلها بشكل قويس واضحة كريم من كلامنا إنه خط وسط فرقة الاتحاد المنستيري هو الحلقة الأقوى خط ظهر فرقة الاتحاد المنستيري هو الحلقة الأضعف هتكلمنا على المميزات خلينا أقول لك العيوب وبعدين أقول لك تشكيل نادي الأهلي على طول أعرف إن معاكش وقت خط الظهر، الريبوزيشن أو العودة للتمركز بعد فقد الكرة بطيقة جدا جدا خاصة إنه التفريغ اللي بيعمله دارك نوفيتش عشان لعبية خط الوسط تخش تكمل هي هجوميا بيعمل نقص بعد العودة وفقد الكرة أمام الرباع الخالف الرباع الخالفي نفسهم عندهم بطء خاصة الاتنين السنتر باكس والظاهرين في المساحات اللي وراهم فبطء في التمركز فمهم جدا إن أهل يلعب على اللعب المباشر مهم جدا إنه الجناحين بتوعنادي الأهل يكون اتنين لعيبة بيروحوا على الجول عشان كده مارسيل كولر معجب جدا بطهر محمد طهر ليه؟ لعيب عنده القدرات البدنية اللي يقدر يعمل الترانزيشن والتحول بشكل سريع جدا ويدخل جوه التمنتاشر تبقى حيرة الراجل في إيه؟ معجب جدا بالمناسبة كمان بحمل عبدالقاد الراجل منه بروفايل مختلف عن اللعيبة اللي يشتغل معها خلال الفترة اللي فاتت من اللعيبة اللي بينفزه جدا اللي هو بيطلبه حسيني الشحات طبعا برونو سافيو ورقة مهمة جدا عند الراجل حسام حسن يبقى هذا الخماس يختار منه مربعة طب إيه بقى الحيرة اللي عند الراجل هذا الرباع يختار منهم ثلاثة إيه بقى الحيرة اللي عند الراجل عنده حيرة في وسط الملعب هل والحيرة دي ثلاثية هل يلعب بحمدي فاتحي كتالت في وسط الملعب جنب أليوت جانج يلعب بضابل بيفوت اتنين لعيبة مركز ستة ويلعب قدامه مع عمر السلاية هو اللي يعمل بريتجي ممكن شرحناه في حلقة سابقة كريم ليه عمر السلاية قلنا انه جربه في مباراة أسوان بهذه الطريقة ده option الoption التاني لو ملعبش حمدي فاتحي انه هيروح لبرونو سافيو ده الoption التاني اللي الراجل جربه برونو سافيو في مركز صناعة اللعب اتمنى انه ما يعملش كده لرغب ان البرونو سافيو لعيب قائس جدا لكن برونو سافيو مش بلايميكر برونو سافيو هو شادو سترايكر بيلعب في الزون دي لكن بمهم مختلفة برونو سافيو مش ينزل وسط الملعب وياخده كرة من عمر السلاية عشان يصلع لك لعب لا هو مش اللعيد ده هو لعيب شادو سترايكر يتواجه في زون 14 او عشان يسهيله للناس على حدود الثمنتاشر وراء المهاجم الصريح حسام حسن فيبقى النقطة اللي بيفكر فيه او اكيد هو حسامها هل يروح لأوبشن حمدي فاتحي 3 فوسط الملعب هل يفاجئنا بأفشا وان كنت اظن انه أفشا واخر الخيارات الرجل ما اشتركش معاه في ولا مباراة ودية أفشا ما اشتركش معاه في اي مباراة فاعتقد ان برونو سافيو مع طاهر محمد طاهر واحمر عبدالقادر وحسين الشحاة الثلاثة من هذا الرباعي سيكون خلف مهاجم وحيد حسام حسن ويبقى شادي حسين ورقة موجودة الرجل مهتم جدا بيه التمرين عكس ما اشيع خلال ايام اللي فاتت الرجل مهتم جدا بشادي في التمرين لدرجة ان انا تشككت انه ممكن يدفع بيه مكان حسام حسن لكنه عنده قناعة تمة بحسام حسن انه هو يكون المهاجم الاساسي للنادي الاهلي التشكيل بقى اقوله الاخره التشكيل المتوقع رباع الخط الخلفي حرس مره محمد شنيور محمد عبد الميلة مياسر ابراهيم علي معلول سناء خط الوسط اليود يانج عمر السولية برونو سافيو كبلايميكر او شادو سترايكر على الرواق الايصر هيكون احمد عبدالقادر نحل مين يلعب طاهر محمد طاهر ومهاجم وحيد حسام حسن يبقى انه فيه قد يتغير هذا التشكيل في مركز او اتنين زي ما شرحنا طيب